التقى صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي والتي كان سموه قد حضر إطلاقها من جانب المكتب الإعلامي لحكومة دبي في مارس الماضي ضمن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي كشف عنها المكتب في إطار فعاليات المخيم الإعلامية الذي نظمه في منطقة المرمومة وتركز أعمال اللجنة ومن خلال التعاون مع واحدة من أهم الجهات الأكاديمية المتخصصة في الدولة وهي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية على تعزيز التفاعل الإيجابي والمؤثر مع الإعلام الأجنبية بما يسهم في زيادة مستوى إطلاع العالم على الإنجازات المهمة المتحققة على أرض الإمارة وغيرها من المشروعات والمبادرات القائمة والأخرى التي هي قيد التنفيذ ودعا صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم اللجنة إلى مواكبة عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها كافة القطاعات في دبي والوقوف على مختلف أبعادها وتفاصيلها وقال سموه مخاطبا أعضاء اللجنة مسؤوليتكم كبيرة وثيقتنا في قدرتكم على الإطلاع بها على أفضل وجه ممكن أكبر نجحنا في استقطاب أنظار العالم بإنجازات مشرفة في كل المجالات ومواصلة التعريف بقدراتنا وإمكاناتنا وما لدينا من طاقات مبدعة يمهد لتحقيق أهدافنا الطموحة للمستقبل توسيع دائرة التعاون مع شركائنا الحاليين وبناء شركات جديدة حول العالم تدعمنا في سباقنا مع الزمن نحو الريادة أهداف استراتيجية يسهم التواصل الفعال مع الإعلام العالمي في تحقيقها ووجه سموه بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية في دبي مع اللجنة لتأكيد قدرتها على الإطلاع بمهامها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات المحدثة ضمن مختلف القطاعات ونوها سموه بأهمية زيادة الوعي العالمي بتوجهات دبي نحو اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو والتقدم والتعريف بما تم إطلاقه من مشاريع نوعية في مختلف المجالات خاصة منها ما هو مرتبط بصناعة المستقبل مشيرا سموه إلى أن هناك دائما مساحات جديدة لتطوير التعاون وتوسيع نطاقه ورفع مستوى مردوده الإيجابي في الوقت الذي تعنى فيه دبي ودولة الإمارات على وجه العموم بتشجيع الابتكار واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى شرح من سعادة مونغانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي حول الأنشطة التي سيتضمنها جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة المقبلة بما في ذلك الزيارات الخارجية وبرامج تدريب العملية بتعاون مع أرقى الجهات الأكاديمية والمهنية في العالم وكذلك التعاون مع عدد من الجهات المؤثرة في البلدان التي تمثل أسواقا رئيسية لدبي